في عملية قرصانة إلكترونية غير مسبوقة لموقع وكالة الأنباء القطرية ليلة الأربعاء تعرضت دولة قطر إلى حملة مغرضة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تستهدف قيادتها بافتراءات تتناقض بشكل واضح مع سياستها الخارجية القائمة على احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين الخطة التي توختها جهة مجهولة حتى الساعة نسبت إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدة تصريحات مزورة وإمعانا في التضليل الإعلامي ربطت هذه التصريحات بتشريف حضرة صاحب السمو حفل تخريج الدفعة الثامنة من مجندي الخدمة الوطنية وكان تلفزيون قطر قد بث هذا الحفل بشكل مباشر ومنذ اللحظة الأولى لوصول سموه حفظه الله ميدان معسكر الشمال وحتى بعد مغادرته المعسكر وظهر على مدى ساعتين تقريبا وهي مدة الحفل عدم وجود أي تصريح أو ملاحظات لسموه حفظه الله وقد صرح سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي بأن موقع وكالة الأنباء القطرية قد تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة وأن ما تم نشره ليس له أساس من الصحة مؤكدا أن الجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في الأمر لبيان محاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين من جهته أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني رئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام في تغريدة على حسابه بشبكة تويتر أن ما تم تداوله زعما عن حضرة صاحب السمو غير صحيح وأن موقع وكالة الأنباء قد تم اختراقه كما نفت وزارة الخارجية في بيان لها صدور أي تصريحات لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مؤكدة أن التصريحات التي نسبت لسعادته في حساب وكالة الأنباء القطرية على تويتر مفبركة وذلك على إثر الاختراق الذي تعرض له حساب وكالة الأنباء القطرية من جهة غير معلومة ورغم صدور تكذيب رسمي مباشرة إثر انتشار التصريحات المنسوبة زورا إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة تمادت بعض القنوات التلفزيونية في تحليل هذه التصريحات وتداعياتها بما يثير الكثير من الريبة حول مصدقية هذه القنوات لا سيما وانا أشخاصا بعينهم ظلوا يتنقلون من محطة إلى أخرى بصفة محللين سياسيين وما يعزز الانتباع بأن الأمر ليس مجرد اختراق إلكتروني كالذي تتعرض له آلاف المواقع عبر العالم هو لجوء هذه الجهات المناوئة إلى اختراق قناة وكالة الأنباء القطرية على يوتيوب واستخدامها لترويج المزيد من الأكاذيب وذلك عبر مقطع فيديو لنشرة أخبار يظهر فيها شريط إخباري مزيف والحال أن ذلك لا صلة له بالحقيقة تماما كما تظهره صورة الشريط الإخباري الأصلية شكرا 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 شكرا